معبر كرامه من ناحية الأردن صحيح ومن عندهش من يمشي إلا من الأردن لكن بعدين من بيعطيه الإذن باش يدخل هو حتى الضفة الغربية فضع القدس معناها فيه توافق وتواصل مع الكيان الصهيوني هو ليعطاه الإذن ودخل ثم مع ذلك أنا يقول إحنا إينا بنتفق مع السلطة الفلسطينية ونشغلوا الشباب فلسطيني وكذا في ليبيا هذه والله مسألة يعني يفرح بيها الصهينا شد الفرح لأنه من الذي ينقص على الصهينا حياتهم هو الشباب الفلسطينيين الشباب الفلسطينيون الموجودون في الضفة الغربية وفي غزة هؤلاء هم الجيش هو الجيش الفلسطيني ما عندهش جيش يعني كما أن جميع المواطنين الصهينا كلهم جيش ومسلح ما فيه مش مدني كذلك الفلسطينيون كلهم جيش فأنت لما تاخد عشر الاف من الجيش الفلسطيني التي تضيفها في ليبيا تحت مظهر أنك تريد أن تعيد الفلسطينيين أنت في الواقع خذلت الفلسطينيين أنت دعمت اليهود ودعمت الصهينا واصحبت من الجيش اللي هو يقاوم فيهم اصحبت منه عشر الاف فيتمنى أن ترجع عن هذه الخطوة يا حكومة إذا كان هذا هو موقف الحكومة وزير العامل ينبغي أن يرجع عن هذا الكلام وهو عندما يقول أن دخلت من معبر كذا كيف دخل القدس هو هل الكهيان الصهيوني معنى أن داشت السلطة على القدس ولا فيه تنسيق مسبخ لماذا لا يقول لا يتكلم عنه لماذا لا يفسح ما الذي يخشاه ما الذي يخافه معنى هناك أمر مدبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر